السلام عليكم اخواتي الغاليات اش خباركم لبس عليكم ان شاء الله يدوز نهاركم كيف ما تمنيته اكتر اوربي ان شاء الله يرزقكم كل ما تمنيته ويحفظ لكم عائلاتكم ووليداتكم الحمد لله نعمة من عند الله متتبعات اللي بحالكم اللهم ولك الحمد احترام متبادل كنحس بحال اللي كان عرفكم بحال اقربين ليا نبراها علىين خمسة ديالسنوات وانا معاكم في اليوتيوب وما عمرش وحدة عيرتني ولا قللت علي الاحترام ولا قلت لي شيء هدرها كانت بقاها فيها وجرحني ما عنديش اللهم ولكن الحمد للانتقادات واي حاجة كان حطها لكم كان حطها باخلاص وكان جربها وكان الحواج اللي ما صدقوا ليش وما شاركتوش معاكم نهائيا والحاجة اللي ما زوينش كان قولكم بتفادوها على حسب ذك شيء اللي عرفته وعلى حسب ذك شيء اللي كان اجتهد وكان بحيت وكان جرب الله يديم المحبة بيناتنا ان شاء الله وذك شيء قاعد اللي بغيت لكم اخواتي وذك شيء اللي تمنيت لكم إلا الخير وكان حترمكم والدليل أنني كان جاوب كل وحدة حطت سؤال أولى كل وحدة سواء في الانستغرام سواء بزاف كان الأخوات اللي كان عطاهم وصفة في الانستغرام وما حطيتهاش قاعنا مثلا ما زال ما حطيتهاش قتقول لي يا عندي هاد المشكلة لهذا وكان حطوليها هذا بأنني كان حسبكم أخواتي اللي ما عنديش نشكركم بزاف على تشجيع ديالكم كل وحدة الاسم ديالها بدون ستيتنا أي وحدة شفت هذا الفيديو أو لم تتبع القناة ديالي كنقول لكم الله يعطيكم ما تمنسوا إن شاء الله في خاطركم ويسهل عليكم الأمور ديالكم غادي ندوز معكم نبدأوا الفيديو ديال اليوم اللي فيها أفكار اللي هي مختلفة بزاف غادي نشارك معكم أول حاجة واحدة الوصفة بسيطة على السريع غادي نشارك معكم مسك الطهارة صوبه في ظهاركم بلا ما تشيروه بلاكتر تتخر به قتل بالناس شريته في المواقع ما كان لا ريحة لحت حاجة زيد عليه التعامل ماشي حتى لتما غادي غادي تصاوب هفضرها هنا واحد طوبة ديال المسكي كل مسك هذا مسك جامد هذا كل شكل طوبات ومشتور هو ما تديروش اللون الكحيل أو لا ديرو البيض باش ميوسخ لكم مش لحويجات ديالكم وغادي نحتاجوا زيت الأطفال جونسونس معروف أي واحد كتستعملوه هكا كتدهنوا الجسم كتاخدوا قياس هاد القياس ليشتو مربع قريعة هيد شوية كيدوز لكم مدة طويلة كتديرو فيه المسك به هات الطريقة هكا الابنات اللي كيبغوا المسك ولا كيبغوا الريحة ديال مسك الطهارة وكان اخذو زيت الغليسيرين هاد الغليسيرين هو كيرطب الجسم كيرجعو ناعم وقديروه دائما بعد الديش أنا كنشيري هاد القرعه هدي ديالليترو وقدوز عندي مدة طويلة كنعمر هاد القرعه هدي هي اللي كنتستعملتها كدسلة ونعود نعمرها كتكون اقتصادية هاد القرعه الكبيرة مليكت شريوها عند البرفارماسي هنا غدي نديرها هنا باش يالله نعز منها قياس واحد معلقه كبيره ولا حتى جوج معلقه ياركت رطب الجسم خصوصا بعد الحمام ركت الجسم ديالكم كيو اللي يارطب اللي ذهنتوه بزيت الغليسيرين وغدي نزيدها هنا يا ممكن تضيفه داك اللي مسك اللي كيتباحته وفي قرعه صار در واحد جوج مقيطات ولا شي زيت أساس المهم الأساسي هو هاد المسك وهاد الزيت الأطفال وزيت الغليسيرين زوينة بزيف كتخلي واحدة رائحة زوينة في الجسم بلا اكتر التعقيدات وبلا الغلاء ولدك الشرقاء ديال اسميتو أخواتي هاديرها عن تجربة جربوها وهدي كتديروها للجسم ديالكم ما كتبدلش ما كتأطرش أكدركم شي ساوا دولا وكتعطيكم رائحة زوينة بعد الحمام نتمنى لبنات أو للسيدات كل شي صوبوها الأخوات اللي كانت لقوا فلاصة ها هي الوصفة أعطيتها لكم صوبوها الزيت هذه رائحة زوينة بزيف الجسم كتعطي واحدة الريحة اللي هي زوينة زوينة بزيف صافي كتدروا بحالها هكا بعد الحمام هي وكتعطيكم احتى الملابس ديالكم كتكون زوينة الأخوات اللي ما كيبغوش لمسكوا لا رائحة المسك ضروري فيها باش تعطيكم هذه هي الريحة ديال ذاك المسك طهارة اللي كيدديرو الجسم أو ذاك الريحة اللي كتكون نقية وزوينة ودابة أخواتي غادي ندوز معاكم اللي معقول غادي نصوب بذيك الخلطة اولا ديك الحبوب اللي كنت صوبت معاكم في الخبز ديال الطوست بزيف الأخوات قالوا لي يعطينا المكوينة ديالها غادي هنا تقديت شي حاجة كعند العبطار وغادي نشاركوا معاكم ديك الخلطة بعد ما غادي نصوبها هنا كين اللوز بغيت نخدمها كواحد لكم وديال كعباء وكين البزار ديك شقع اللي خاصني هذا كروح ديال يكون زوين في العقدات اللوز اللي بغيتوا تصوبوها نبدأ على بركات الله سنحتاج هنا نقول لكم حتى الثامن هنا يدرت خمسة ديال الدرهم ديال ديك الزريعة ديال نوار الشمس باش هكا تشوفوا هي ركا تخرج في واحد تقريبا واحد ثلاثين درهم ولكن هكا تبقى مدة طويلة هادو بودورشية يعني هادو كانت تستعملوا في واحد الوصفة أخرى وخديت قياس معلقة كبيرة هاد الشي رقيق بزاف بحال بودورشية بحال ديك الكين وبحال هما ما تكتروا مش لان البوافو بحال ديك يتساسوا زريعة القرعاء عشرة ديال الدرهم هنا جبت واحد الكيلو ديال الشوفان غادي نهزمن واحد جوج مع القولة ثلاثة الشوفان يكون صحيح ماشي داك اللي مهرس دوك اللي يحب ديالو كامل هكا مهم هوا داك يبال لكم بلا ما تحمروا لي انا كندروها المخبوز اتراكي تحمر في الفران الزنجلان هنا جبت واحد الكيلو ديال وعندي في الدر هنا هذا اللي منقي ومغسول كنجيب وانا كنقية سيكون واجدة عندي اللي بغي نخدم الحلوة غادي ندير حتى هو هنا جوج معالق حتى الثلاثة بالنسبة لزنجلان حتى هو ما تحمره وشان عندي هنا هذا مصهد شوية لانا كنخدم به خدمة اخرى معلقة ايضا زريعة الكتان غادي نكتبهم لكم هكا في صندوق الوصف حتى اللي بغي سكرين وباشاكا تمشوا اللي عطار جيبوه زريعة الكتان جوج معالق يعني وراها ثلاثة الدرام والاربعه كنجيبها تطويستها لهم اللي كنخدم فيهم بحال داك شي اللي كنبغي نجمع اولا نخلط هنا غادي ندير داك بودورشية نديرهم فطوية هذي اللي كنستعملهم بزات والبوافو داك شي قاعد اللي كتديرو راكا يكون عندكم هنا دا واحد معالق ديال السانوج اولا الحبة السودة تاهية كتعطينا واحد المدق زوين في المخبوزات ديالنا هادو هما بودورشية الاخوات اللي بغاو يعرفوها زماق قريبة وغادي نخلط هاد شي كله هاد شكل هادا هنا غادي نضيف شوية تشوف اللي انبه اللي بحال قليل غادي نضيف واحد المعيل قاول لاجوج شوفانا راك يكون زوين باشت اي حاجو بغا تدخلوها للفرن كي يتحمر كيعطيكم واحد المدق اللي هو زوين هنا موهم على الحساب اللي كنستعملهم مثلا الباندومي اول الخبيزة ديالنا اللي مالحين ضروري تضيفو شوية الملحك تعطيها واحد اللي دا زوينة وهو نيت نفسو باش كان نخدم الفقاس هاد تخليط هاد اخواتي هي اللي كان نخدم بالفقاس اللي بغايتو المملاحك ان شاء الله نشاركوهم معاكم واحد العجنة ونشكل لكم فيها شكلات اللي ممكن تصاوبوا وصافي انا عمرتهم في هاد البواطة هاديرة عامرة مزيان ولكن اللي غادي نهز منها غادي تعاود تنزل شوية وهنايا غادي نوريكم كيفاش واحد شوية البسي بيسة او لذيك القشور ديال القوزة معاقة عقلة نجيبهم انا هكا ما كان طحنهم كان اللي كان طحن في العطرية بحل ديك تخليطه تقعد يشاركس معاكم ولكن باش تلقى واحد سر في طيب ديالكم اللي واحد لده ضروري تخليهم هكا صحاح حتى كان بغي خصوصا بغيت ندير هكا اللحم لحم الحمر شي وصفة ديال الحمر سوى طاجين او بالبرقوخ او المهم كان اخذ داك المهارز الصغير اللي كتشوفوا عندي كان دير في واحد لحبه ديال بسي بيسة وحده ديال القعقلة كان دقهم شوية كي يعطوكم واحد لده زوين لانكو يكونوا بقيين جداد وهنا يلوز في لحته وراني دوز والشوفة المهم هاد شي كل جمعتو هكا بغيت هاد الشوفان هادا رغم التمن ديال ما غاليش هو بزاف وزوين كان دير بيه بزاف ديال الحواجتة فلح سوى البنات ديروه رغزوين معه حمروه ديروه لوليداتكم مع الحليب والبنات اللي سولوني على القرانولة او للوصفة ديال القرانولة الوليدات الصغر غادي نشاركها معاكم ان شاء الله في القارب ودابا غادي ان شاء الله نصوب معاكم نضف معاكم الالد البانيني اللي وصلها واحد درجة ديال الحروق هادي صافي اخواتي نجيب واحدة واخرى لانها صافي تقشرات وتكرفسات وهكا ملكة تحرق وتعود التحرق شوفوا بالنسبة الاخواتي غادي يقولون خليتي احتكرها دائما نقول لكم راك يكونوا شي ضروف خارجة على ايرادة ديالي ممكنش انا نخلي الحاجة وتبقى هكا حتى تقشر لها من اللي غادي تغسل غادي تبن لكم بداك تقشر لي هادا هادا الديفال اللي فيها ولا هادا هادا الديفالو هذا غادي نضف معاكم بطريقة ساهلة و بسيطة الاخوات اللي واحدة دائما تسولني وما كان بغيش هكا نجيب في التعاليق بعض المرات على وصفه هكا وكان نقول لها حتى نجيبك فيديو باش هكا تشوفوا النتيجة بعينيكم هذا هو اختي البرودوين اللي مخصتكم مش تستغنوا عليه والبنات بزاف قالوا اللي يلقاوه وشربوه ونقوا به الدار ديالهم كاملة 15 درهم ما شاء الله غادي تخملوا بها داركم من الفوق اللي عنده شي حرق قديم ولا شي وشي حب قديم ولا الخشب ولا اي حاجة غسلتوها الزاج اي حاجة مع اللي كارها هكا دي هي النتيجة لش كتحصلوا بلا مجهود بلا جيكس بلا حتى حاجة كترشو ولكن ردوا البلا الرخام راشتوني لها هادا البلاستيك هدي لان الرخام هورا مكي ندير ليش البرودوي نهائيا مكي قدرش على البرودويات نهائيا من غير بيكاربونات السوداء مخلطة مع شوية الخل ومسحو هادا ديال غسل الاواني والماء صافي هاداك هو وقع باش كتنقي و هاداك تنظيف العميق دياله اما هو ركي بغي غير لمسيح وشوفو هاد البانينوز هادا هادا والفوق ديالها خلاص حيث هو اي نوكس غير غادي ترشوه غادي تمسح المهم راه هادا الشي كيتحييد فرمش تعين خصت غير هاد البرودويات بنات تلقاوه وتاخدوا لانا شاركته معاكم بزاف النتيجة اللي كي يعطيوه نتيجة اللي هي زوينة بزاف والاختي قالت لي البرودوي الحرق البانيني ها هو كان ضن ما كان شي حرق كتر من هادا اللي شتو فهد البانيني ان شاء الله غادي ناخد شي وحده واخره باش شوفو هاداك بداك يتقشر لها ومليك يتقشروه كي بدوك يلسقوه وصافي احنا ايما نخصنا غير ومليك تغسلوه بذلك البرودوي ومسحتها بخرقه وعود تمسحتها ذاك النهار ما تستعملوه هاش في الاخير مليك تقولوا راح نقيتوها ضروري تمسحها بالخل حيث ما شغل البرودوي ومسحتها راها دبقيت كان غاي عصر الخرقه وندير المحت تتأكد مليون في المياه بأن ذاك البرودوي ما بقاش فيها وكاتمسحها بالخل باش تعاودوا تأكدوا ودائما من الاحسن ديروا ذاك الورق ديال انطبخ عادت اشتركوا في القناة